فعلى العاقل فعلى المسلم فعلى أولي الألباب أن يتفكروا في آيات الله الشرعية التي هي كلامه سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله لهذا إذا جاء التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسبك به الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم بإذن الله تعالى التعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني المالك رحمه الله تعالى وكنا قد وقفنا عند كلامه عن التوبة عند قوله رحمه الله وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وكنا قد بدأنا نتكلم شرعنا في كلام عن هذا الواجب العظيم الذي هو التوبة وبينا أن التوبة من الواجبات الشرعية التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وحتى تكون مقبولة لا بد من توفور شروط لتكون التوبة نصوحا والتوبة النصوح هي التي توفرت فيها الشروط التي بيّنها الله في كتابه أو بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته والتوبة النصوح هي في الحقيقة هي التي خوطبنا بها وتوبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا الشرط الأول الذي ذكرناه في الحصة الماضية الإخلاص لا بد أن تكون التوبة لله عز وجل فيترك الإنسان الذنوب خوفا من الله لأن الله تعالى يراه لأن الله تعالى يراقبه يمتثل الأوامر خوفا من الله رجاء ثواب الله حافظ على الصلوات بعدما ضيعها خوفا من رب العالمين لأنه سيسأل عنها فهذا هو التائب فهناك فرق دقيق بين التارك والتائب ونحن خوطبنا بأن نكون تائبين لا تاركين لهذا ليس كل من ترك الذنوب يكون تائبة فلا بد أن يكون الترك تغاء وجه الله عز وجل هذا هو الشرط الأول الذي هو الإخلاص الشرط الثاني أن يقلع العبد عن الذنوب والمعاصي الشرط الثاني أن يقلع عن الذنوب والمعاصي يعني لا ينبغي له أن يسر على المعاصي وهو يزعم أنه تائب بل لا بد يعني مثلا إذا كان ابتولي بالزنة عليه نترك الزنة لأن الله تعالى توعد أصحابها بالنار إذا كان سارقا عليه أن يترك هذا الذنب إذا كان كاذبا عليه أن يترك هذا الذنب لا يتوب من الكذب مع زيد ويبقى يكذب على عمر لا بد أن يتوب من الكذب مطلقا لا يتوب من الزنة مع فلانا ويبقى يزني مع علانا والعياذ بالله بل لا بد أن يتوب من هذا الذنب مطلقا لأن الله تعالى توعد أصحابه وشرع وأوجب عليهم حد والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة الجلدة فلابد من الإقلاع عن الذنب فورا دون تأخير كذلك الشرط الثالث الندم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة لا بد أن يحصل له الندم على ما فات والذي فات مما يوجب التوبة إما فعل للحرمات للمحرمات وإما ترك للمأمورات هناك مأمورات الصلوات الزكاة الحج واجبات شرعية الإنفاق على الوالدين ونحو هذا واجبات شرعية ربما أخرها أو تركها أو قصر فيها فعليها يتوب وهناك منهيات شرعية النظرة إلى المحرمات السرقة الكذب التجسس إذاية المسلمين إذاية الجار الغيبة النميمة وما أكثر الغيبة في زماننا هذه معاصي عليه أن يتوب منها وعليه أن يندم على ما فات وعلامة النادم أنه إذا تذكر ذنبه تحصر وتمنى أن لو لم يكن الذنب لأن بعض الناس ربما يقلع عن الذنب ولكن إذا تذكر الذنب تلذذ بتذكره فهذا عنده نقص في توبته نقص في توبته لا بد يعني من علامة التائب لا بد أن يعلم أنه من علامة التائب أنه إذا تذكر ذنبه تحصر على تفريطه إذا تذكر تأخيره للصلاوات وعلم أنه سيسأل عنها تحصر على تفريطه كذلك بعد ما ذكرنا الندم الشرط الرابع العزم على عدم العودة لا بد لا بد أن يعزم على عدم العودة يقصد عدم العودة فإن قدر وعاد عليه أن يترك الذنب ويعزم على عدم العودة فإن قدر وعاد فعليه أن يترك الذنب ويندم ويعزم على عدم العودة ولن يمل الله حتى تملوا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا ينبغي المسلم أن يترك الذنوب جملة مبتغيا وجه الله عز وجل ويندمع على تفريطه وتقصيره بقي شرط خامس وهو إذا ما تعلقت الذنوب أو المخالفات بحق الآدمي من عرض أو مال أو نفس فهنا لا بد أن يتحلل من أصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا مال له ولا متاع قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمتال الجبال وقد ضرم هذا وأكل مال هذا إلى آخر الحديث فالمقصود أن المفلس من عمل حسنات ولكنه سيعطيها لغيره يوم القيامة بسبب بعدم تحلله من ذنوب الخلق لهذا على من وقع في أعراض المسلمين أن يتحلل منهم أن يتحلل منهم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاع من أكل أموال الناس بالباطل عليه أن يرد الأموال إلى أصحابها عليه أن يرد الأموال إلى أصحابها وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا الْحُكَّامُ لِتَاكُلُوا فَرِيقًا من أموال الناس بالإثمي وأنتم تعلمون إذن لا بد من يرد المظالم إلى أهلها فبقي أمر آخر وهو النفس إذا وقع الإنسان في جريمة قتل والعياذ بالله لا يخفى عليكم أن قتل النفس المؤمنة المعصومة من كبائر الذنوب من أعظم الكبائر وقد جمع الله سبحانه وتعالى من الوعيد لفاعل هذه الجريمة ما لم يجمعه لغيره استمعوا معي إن شئتم قال رب العالمين وَمَن يَقْتُ الْمُومِنَا الْمُتَعَمِّدَا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا انظروا إلى عقوبة إلى الوعيد المترتب على قتل النفس المسلمة المعصومة قال رب العالمين وَمَن يَقْتُ الْمُومِنَا الْمُتَعَمِّدًا ما هو جزاؤه؟ فجزاؤه جهنم فالعياذ بالله ثانيا خالدا فيها ثالثا وغضب الله عليه سبحان الله نعوذ بالله من غضبه وغضب الله عليه رابعا ولعنه أي وطرده من رحمته ولعنه وأعد له عذاب عظيمة انظروا إخواني الكرام كيف يعظم الإسلام النفس المؤمنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا عند الله أهون أو لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن ومن قتل مسلم فالنفس المؤمنة معصومة وقتل النفس المؤمنة من أعظم كبائر الذنوب ولكن ما السبيل إلى التوبة كما ذكرنا ما السبيل للتوبة العرض يتحلل منه المال يتحلل منه ولكن النفس المقتول قتل وأمضأ وأفضأ إلى ما قدم ما السبيل قال أهل العلم من المحققين جريمة القتل تتعلق بها ثلاثة حقوق الحق الأول حق الله عز وجل والحق الثاني حق أولياء الدم أولياء المقتول والحق الثالث حق المقتول أما الحق الأول وهو حق الله سبحانه وتعالى فهذا يسقط بالتوبة من تاب تاب الله عليه قال رب العالمين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال أهل العلم هذه الآية في التائبين هذه الآية تناول التائبين إن الله يغفر الذنوب جميعا أي من مات على التوبة هذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل فمن تاب تاب الله عليه الآن حق أولياء المقتول أولياء الدم حقهم يسقط بالقصص حقهم أن يموت قاتل ولدهم متعمدة قاتل ولدهم متعمدة حقهم عليه أن يموت قال تعالى ولكم في القصاص حياة ومعلوم أن هذه العقوبات إنما يطبقها الحاكم وليست من حق أفراد الناس لأن الإسلام دين نظام وليس دين فوضى فهذه من حقوق الحاكم قال تعالى ولكم في القصاص حياة فإذا نفذ فيه حكم القصاص سقط حق أولياء المقتول بقي الآن ماذا؟ بقي حق المقتول كيف يسقط حقه؟ كيف السبيل إلى التحلل؟ لا سبيل لهذا قال جمع من أهل العلم الأمر إلى الله عز وعشل الأمر لله رب العالمين ولله الأمر من قبل ومن بعد ولهذا شدد بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنه وغيره وقالوا إن قاتل النفس متعمدا لا توبة له أرادوا أن يسدوا باب الشر وهذا أمر عظيم ينبغي أن لا يتسهل فيه المسلمون أذكروا بالحديث لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن الآن أتممنا الكلام عن شروط التوبة وعيدوا التذكير بها الشرط الأول الإخلاص الشرط الثاني الإقلاع عن الذنوب الشرط الثالث الندم الشرط الرابع أن يعزم على عدم العودة فإن عاد ترك وعزم على عدم العودة الشرط الخامس رد المظالم إلى أهلها يعني إذا تعلق بالذنب حقوق آدمين رد المظالم إلى أهلها هنا تنبيهات أردت أن ننبه إخواني عليها أولا أيها المسلم أيها الموفق إذا وفقك الله وتبت فاعلم بأن هذا فضل من الله عز وجل فالإنسان يوصف بأنه تواب الإنسان التواب أو العبد التواب هو الذي يكثر التوبة الذي كلما أحدث ذنبا أحدث بعده توبة هذا هو العبد التواب ورب العالمين من أسمائه التواب من أسمائه سبحانه وتعالى التواب فيتوب على عباده كلما تابوا وأذنبوا كلما أذنبوا وتابوا وقال بعض أهل العلم توبة العبد مسبوقة بتوبة من الله ومتبوعة بتوبة من الله ما معنى هذا رب العالمين هو الذي يحركك ويوفقك للتوبة فتتوب وتستغفر وترجع إلى الله وتعزم على عدم العودة وتقلع عن الذنب ثم إذا فعلت هذا تقبلها الله منك قال رب العالمين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فعاد الفضل كله لله عز وجل إذا علمت هذا وتأملت فيه علمت ما معنى قوله تعالى يمنون عليك نسلم وقل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم بل الله يمن عليكم فالتوبة فضل من الله سبحانه وتعالى وليعلم إخواني أن الذنوب صغيرها وكبيرها لا خير فيها البتة خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش على أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى لا تحقرن صغيرة إن الصغير عند ربك مسطر تصدير أحصاه الله ونسوه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ما عمل حاضرا ووجد ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا نسأل الله تعالى أن يتوب علينا توبة النصوحة وأن يتقبل منا توباتنا اللهم اقبل توباتنا واغسل حوباتنا وثبت حجاتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل السخائم صدورنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة